مجز الأخبار من الراي أهلا بكم خلال اتصال هاتفي مع خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن إدانة الكويت والسنكارها الشديد للتفجيرين الإرهابيين الذين استهدف أحد المقار الأمنية قرب الحرم النبوي الشريف والتفجير الذي وقع بأحد المساجد في مدينة القطيف مشيرا إلى أن هذين العملين الشيطانيين يتنافيان مع تعليم الدين الإسلامي الحنيف ومع كافة الشرائع السماوية والأعراف والقيم الإنسانية كما أعرب الشيخ صباح الأحمد عن خالص تهني وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الأمير على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين كذلك تبادل الأمير برقيات السهان والتبركات مع عدد من القادة والرؤساء بحلول العيد ووسط الإدانة والاستنكار الكويتي والخليجي والعربي والدولي للتفجيرات التي استهدفت أمن المملكة قال خدم الحرمين الشريفين إن ما يشهده العالم الإسلامي اليوم من فرقة وتناحر يدعونا جميعا إلى بذل قصار الجهد لتوحيد الكلمة والصف والعمل معا لحل مشاكل الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها وأضاف الملك سلمان إن أكبر تحدي تواجهه الأمة الإسلامية هو المحافظة على ثروتها الحقيقية وأمل مستقبلها وهم الشباب من المخاطر التي تواجههم وبخاصة الغلو والتطرف واتباع الدعوات الخبيثة المضللة مشددا على الضرب بيد من حديد على كل من يستهدف عقول وأفكار وتوجهات الشباب هذا ويواصل الحرم النبوي في المدينة المنورة استقبال الزوار والمعتمرين الذين يتوافدون عليه للصلاة والعبادة وذلك غدات التفجير الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أربعة رجال أمن وقد رصدت كاميرات المراقبة الانتحاري قبل أن يقدم على تفجير نفسه قرب الحرم النبوي فيما أكدت وزارة الداخلية السعودية أن اعتراض رجال الأمن للانتحاري في حادث جدة أو في المسجد النبوي ساهم في منعهم من تنفيذ جرائمهم وإنقاذ حياة عشرات الأبرياء وفي الكويت تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأسماءات التهاني والتبركات لمقام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي والمقيمين كافة وللحكومة بمناسبة عيد الفطر السعيد وأكد الغانم التزام نواب الأمة بالتوجيهات السامية والالتفاف حول القيادة السياسية في مواجهته كل ما يمس أمن واستقرار الكويت وتحقيق أمال الشعب الكويتي نحو الأمن والرخاء والنماء كما عبر عن تهانيه للحكومة مؤكدا على الرغبة في استمرار التعاون بين السلطتين من أجل تحقيق مصلحة الكويت في المجالات كافة بدوره أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حرص الوزارة على مواصلة توجيه الضربات الاستباقية الهادفة إلى تحصين البلاد من شرور الإرهاب مبينا أن أمن الوطن وسلامة المواطنين خط أحمر لا يمس جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الخالد بحضور عدد من القيادات الأمنية لاستعراض الموقف الأمني والاستعدادات وخطط عيد الفطر السعيد والاستماع للتقارير الميدانية والخطط الوقائية والمرورية من جهة أخرى شدد الخالد على رفض أي إساءة أو تشكيك أو تقليل من حجم الإنجاز الذي تحقق مخاطبا المشككين بالقول أن من لديه مكاسب سياسية أو انتخابية فلن نسمح له بأن يقترب من الأمن ولا بأن يمس رجاله اختتمت فعاليات دورة المرحوم عبداللمشار الرودان الرمضانية السابعة والثلاثين لكرة القدم حيث استمرت الدورة من الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة 84 فريقا وتمكن فريق الخليج للكيبلات من تحقيق لقب الدورة بفوزه على فريق البنك الدولي في المباراة النهائية بالركلات الترجحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما اختتم كالعادة يليق باسم هذه الدورة المرحوم عبداللمشار الرمضان وأبناء وأحفادها حيثت خلدوا اسمها فضل تقليد وليس دل على مكانة هذه الأسرة العريقة في قلوب الكويتيين والخليجيين إن شكل التواجد اليوم إلا هذا القضور الكبير والمميز من داخل وخرج الكويت أتمنى دائما لهم التوفيق إن شاء الله وأتمنى أن يستمروا من نجاح إلى نجاح وأثبتوا بأن الكوادر الكويتية خادرة على تنظيم مسابقات رياضية على أعلى مستوى ونتمنى إن شاء الله أن ينتقل هذا إلى الدور العام والبطلاث الرسمي حافظت على سمعتها وتطورت سنة بعد سنة بمشاركات خليجية وعربية ودولية كل الشكر للجنة المنظمة الأخ خالد الرودان وكل المشاركين شكر لوسائل الإعلام وزارة الإعلام شكر خاص للمتطوعين المشاركين وأيضا ترحيب خاص لأخ حسن زوادي من دولة غطر الشقيق على مشاركتهم وكل من الدول اللي شاركت معنا تحية خاصة للعبين المحترفين هذه البطولة مفخرة في نقلها مفخرة في أدائها مفخرة بالروح الرياضية التي تميزت فيها فموفقين لكم العام وأنتم بخير انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لهم شيخة حبيب إحسين أبل زوجة عبدالله عباس الكندري عن عمر يناهز 69 عاما بدر يوسف عبدالعزيز المساعد عن عمر يناهز 51 عاما راشد جاسم محمد الناجم عن عمر يناهز 77 عاما عامر عبدالله عامر النزال عن عمر يناهز 73 عاما عبدالعزيز جاسم عبدالله الشطي عن عمر يناهز 26 عاما يوسف عبدالله خلف الشراح عن عمر يناهز 85 عاما محمد يوسف التعيب الشهين عن عمر يناهز 62 عاما عبدالله حمود مجبل لصويلح عن عمر يناهز 15 عاما شاه عبدالله عيسى الوزان عن عمر يناهز 62 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون وقبل ختام الموجز نود أن نلفت عنايتكم مشاهدين إلى أن الرأي سيبدأ اعتبارا من الغد ببث نشرة الأخبار يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء كونوا على الموعد بأمان الله وكل عام وأنتم بألف خير اشتركوا في القناة